اهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا وزي ما قلنا في البداية معانا النهاردة موهبة الحقيقة موهبة مختلفة جدا رسم ولكن رسم بالمسامير نوع متميز جدا من الرسم وايضا واضح انه بيتطلب مجهود كبير جدا هنعرف تفاصيل موضوع ده مع ضيفنا الرسام محمد محمود اهلا بيك اهلا سلام اه محمد قولي كده في البداية قبل ما نتعرف على لوحاتك الجميلة انت اش معنى الرسم بالمسامير تحديدا هو مختلف مش موجود بس انت اصلا كنت ترسم بترسم العين بس مبورتريات عادية بس ما عادي اه اكلاريك وحاجات زي كده بس يعني ما حبتش ان انا اطول في ده لان مش هنجح فيه اه طب انت ليه مش هنجح فيها ليه اقولت كده مش هنجح عشان اه عشان اعمل معرض او اشارك بمعرض اه دايما المعارض بتبقى باسماء كبيرة او بفنانين كبار ففي ملايين الناس بترسم انت خريج ايه محمد خريج ايه ديبلوم تجارة ديبلوم تجارة اه طيب باس وامت اكتشفت انك عندك الموهبة بتاعت الرسم مش اكتشفت انا برسم من زمان او بكتب من زمان كخط كويس يعني اه لكن حبيت ان انا دايما بحب ان انا اطور في ده تمام طيب نتكلم بقى على الرسم بالمسامير وايه اللي جاب الفكرة في دماغك الفكرة ان الرسم ده موجود في اوروبا مش موجود في مصر او في الوطن العربي يعني تمام اه وفي واحد قريبي برضو بيرسم بالمسامير بس بنوع مختلف تماما لكنه في السعودية يعني مش موجود في مصر طيب احكي لي بقى كده خلينا نتكلم عن لوحة اللي جنبك دي الاول دي عبارة عن ايه دي توتان خامون اه عملتها ازاي اه دي عبارة عن ان انا بحدد اللوحة بالمسامير بالسنتيمتر على حساب اللي بقاس المصمر نفسه ان المصمر لما يتركب ميبقاش فيه مصمر راكب على مصمر او في مصمر بعيد عن مصمر ثاني اه explicit 我有 من الروحة الرسمي بالمسامير دي حسبا يبقى هندسة اكتر مع انه فني بتقدر ترسم بي دائدي تمام تمام اه تمام طيب اللوحة الخشب دي ايه دي نوع الخشب نفسه ونوع الانقاء والانقاء المضغوط علشان استحمل كمية الخشب الموجود علي اللوحة كمية المسامير اللي موجود علي اللوحة اه طيب المسامير بقى دي انت بتتعامل معها ازاي يعني نوع المسامير ايه مثلا بالضبط اه دي مسامير دي مسامير نحاس ميجالفانا اه اه ليها مقاس معين علشان سواء انا هشتغل بالتلاتة ميلي او بالاربعة ميلي عشان الرأس المصمار نفسها تمام اه كمية المسامير بتحسب وانا بعمل الشكل نفسه اللي انا هنفذه على اللوحة اه سوى الشكل لازم يبقى في الحجم ده ولا ممكن اكبر او اصغر حسب يعني هو اللوحة دي بالنسبة لله كانت تجربة ان انا لو عملت دي بازاي كانت في دماغي ان انا لو نفزت دي قدر ننفز اي حاجة بعدها طيب انا شايفة انك اه عامل يعني في اللوحة اه غير ان هي بروس 3D اه يعني في حاجات بارزة ايه عشان اقدر ازغل الوش اه انا انا حبيت انها طبطا لقيه ان انت تدخل مصمار يعني اه اه عايز اعرف الوش ده بقى 3D ازاي 3D ازاي انا لو جيت قلت ان انا هرسم بالمسامير لكن المسامير كلها مستقى واحد اه مش هيظر لازم انا الون الشكل نفسه تمام لكن عشان اظهر الوش ده 3D زي وزي القناعة مثلا تدخل عن خامون اه لازم ان اظهر الوش اللي هو الدقن والوش والقامير اللي لابسه والكلام ده كله اه تمام فحاولت استخدم نفس المسامير مقاس واحد لكن اطوال مختلفة عشان اقدر اظهر التاجة اللي لابسه بس الاطوال نفسها بتبقى مختلفة اه لان المقاسات دي لازم ان تكون كلها ركبة بمستقى واحد لان الفاتحات كلها واحدة اه لكن اطوال المسامير اللي بستخدمها عشان اقدر اطلع الشكل السري دي اللي انا عايزه طيب والالوان اللون الازرق ده انت استخدم دي الوان في صفورية الوان في صفورية اه الوان في صفورية طيب محمد لوحة زي دي ممكن تاخد منك وقت قديل هي لسه بتاخد يعني هي لسه ما خلصتش لسه مخلصتش اه طبعا لسه في حاجات لسه كل الكنر ده هيتلون الوان اللي هو زي الكنع بالزبط اه اه انت هتلون لسه طيب قولي بقى تقريبا وقت قديل اللي فاته اول اللي فات تقريبا كده بالزبط هوله اربع شهور اربع شهور اما اربع تلاف مصمار اربع تلاف مصمار في اللوحة دي اه تمام فالقصة ان بتحتاج مجهود كبير جدا عشان ابرز الوش بتاعه طبعا بقعد ان انا اربط وافك مسامير عشان اطلع بالشكل النهائي للوش اه مش من اول مرة كده بتيجي لا طبعا اصلا عشان ان انا اطلع وش زي ده عشان ارسم الملامح الالف مصمار تركيب وتفكه تاني عشان اقدر ان انا احدد بس الملامح الوش تمام طيب هي وضح ان هي فعلا عمليها هندسية اكتر طيب نتكلم بقى عن اللوحة الجميلة دي لأم كلسوم انا شايف ان فيه خيوط يعني مع المصامير انت عامل خيوط دي مختلفة تماما اه ده ده نوع ونوع فيه انا برسم بالمصامير تلات انواع فيه مسامير اللي هي بتبقى مسامير عشوائية كنت هجيب فيه لوحة معيها لك انها مخلصتش محبتش تظهر يعني الوقتي اه فيها سبع تراف مصمار اه نوع بالمصامير اللي هو الهندسي اللي هو بالمصامير بس البرمة اللي قدر شكل بي ده ونوع بالمصامير بالخيوط وفيه نوع مسامير تانية عشوائية طيب واللي بقى دي الخيوط دي برضو الخشب نفس النوع الخشب كونتر الخيوط خيوط حرير دي خيوط حرير خيوط حرير عشان تديني اللمعة لان فضلت ما بين الصوف والحرير الصوف بيبقى بيتقيل شوية او موبر شوية اه لكن الحرير بيدي اللمعة مع الاضاءة تمام وتقيل يعني والخيوط والمصامير صلبة عشان تحافظ على صلاحية اللوحة بدل ما تبقى موجودة سانة او سانتي انت بديها اكتر لان مسامير ضد الصدق اه عشان ما تصددش فبختار حاجات الاول امان للوحة اكتر مديني الشكل تمام طيب اه تشكيل الخيوط بقى ده بيبقى بناءا على ايه يعني انت عمله بناءا على انا اللي بعمله ببماغي يعني بتشكيل الخيوط الرسمة ممكن تترسم يعني ايه حد ممكن رسمة مش مشكلة في الرسمة انا بتكلم في تشكيل الخيوط ان انت فيه تجانس مثلا في القلوية انا عندي فيه فيه مسارة عندي في الشعر والنظارة الاتنين بيخد اسود لكن لازم افرق ما بين الشعر والنظارة بحيث اللي الفورمة نفسها اللي معمود بيها تديني الفرق ما بين الاتنين تمام طيب اه دي بقى تاخد منك وقت قدقين اه دي خدت مني حوالي شهر بس انا لو قاعدة يعني بعملها على طول ممكن اسبوعه لكن ببقى فيه حاجات معايا او فيه شغل معايا تاني ببقى مش قادر ان انا اكمل اواصل فيها طيب تشتغل ايه يا محمد انا شغال فيه كتما اولات مصرية مختار برايم اه من اكبر شركات في مصر دي موهبة يعني عندك اه 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 طيب اه عايز اعرف بقى دلوقتي انت اه يعني كمية اللوحات اللي موجودة عندك عندك تقريبا كم لوحة انت عاملها عندي اه سبع لوحات فيه لوحة الجيفارة فيه لوحة الستة الافريقية وفيه لوحة الغندي هي كلها بورتري وش؟ وش وش يعني اه كلها بورتري لا ممكن انا الوقتي بتجه برضو ان انا اغير لان كلمت كنت في ساية الصوي اتكلمته مع المسئولين عن المعرض وكلمتهم هو كان في الندوة قال ان لازم انترسم من الطبيعة وترسم بورتري من الطبيعة اه 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 فانا اكلمته ان انا اه برسم بالمسامير يعني معناه فن تاني اه لكن ممكن ان انا ارسم ده بالخيوط اللي هو المناظر الطبيعية بالخيوط هو عميل بورتري عادي تقدر تشارك به طيب دي وزيفة وزارة ثقافة انت طالب ايه دلوقتي من وزارة الثقافة؟ طالب ان انا ازاي الفن ده ازاي ان انا اقدر انمي الفن ده ازاي ان انا اقدر انمي الفن ده ازاي ان اقدر الفن الوزارة الثقافة تعترف بوجود الفن ده كشهادة موجودة ان انا اقدر امارس ده لكن انا مش عارب هو بيكتصر المعرض على فنون تشكيلية الفن التجريدي الفنة لكن لوحة انت عايز الموضوع يبقى معتمد وموجود عادي لا اه ان الفن ده موجود ان انا اقدر امارس الفن ده نشاط الفن ده فيه ناس ممكن يجي ياخد كورس عشان يتعلم ده انا مقابرش اتديره لاني هتديره الكورس وهو بيره فين بعد الكورس لازه يكون في جهة معتمدة للفن ده عشان يقدر يمارس ده بالزبط او في الكليات فنون تطبيقية او فنون جميلة لازم يكون فيه قسم بقى يعني للابتكار بالشكل ده انا واضح ان احنا عندنا فنانين عندهم مواهب كبيرة جدا عموما استوتك اكيد هيوصل لوزارة الثقافة يا محمد وانا بحييك يعني نفسك تعمل ايه بقى بعد كده اكيد تعمل معرض طبعا يعني تعمل معرض بس بهدف مش ان انا ارسم وردة ورسم سمعك اروب كصص دي يعني لا انا عايز اعمل معرض اعايز اعمل حاجة كويسة يعني معرض ليتيمة يعني ايه لي فكرة اصدقى اه فكرة مش مسألة انت بترسم بس يعني فيه ناس كتير عايزة ترسم وفيه ناس كتير جدا بترسم بس مش يلاقي برضو الموضوع ان هي تقدر تزعر في الصورة عموما انا بتمنى لك النجاح والتوفيق واكيد صوتك وصل لوزارة الثقافة هنتابع معيك اكيد يا محمد وبحييك جدا جدا على الفقان الراقي اللي انت بتقدمه الرسام الشاب محمد محمود شكرا لك شكرا لك شكرا مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا الرئيسية التانية وشقة من حق الزوجة بعد فترة الحضانة ولا لا ابقوا معنا اشتركوا في القناة موسيقى